مرة تانية ودلوقتي يجي معنا مع الحديث عن المباراة المرتقبة اللي بيحل فيها فريق نادي الزمالك ضيفا على نظير اسموحة وهي المباراة اللي هنتبع هنا طبعا في الستوديو التحليلي الخاص بهذا اللقاء المباراة هتقام في تمام السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب مباراة اليوم شعرها الرئيسي من يواصل الصحوة الزمالك في اخر ثلاث مباريات كان حقق ثلاث انتصارات متتالية لأول مرة لهذا الموسم على التوالي على الصعيد المحلي والمباراة الثلاثة كانوا على حساب الاتحاد السكندري ثم الاهلي والبنك الاهلي النهاردة هدفه بالتأكيد هو تحقيق الفوز الرابع على التوالي وليس يكون دفع معنوية قوية جدا قبل الصفر إلى مواجهة نهضة بركان في نهاية الكنفترالية على الجانب الآخر الموج الأزرق أو فريق سموحة أيضا بدأ يعود لسكة الانتصارات وحقق انتصارين متتاليين في آخر مباراتين كانوا على حساب بلدية المحلة بربعية نظيفة وأيضا على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد وأيضا هو هدف تحقيق الفوز الثالث على التوالي مش بس كده الحفاظ على نظافة شباكه في لقاء اليوم ضد الزمالك تقارب النقاط هيشعل بالتأكيد مواجهة الفريقين النهاردة الزمالك رصيده 24 نقطة من 14 مباراة وسموحة رصيده 28 نقطة من 19 مباراة حال فوز الزمالك اليوم هيقلص بالتأكيد فارق النقاط بينه وبين صاحب الأرض لنقطة وحيدة ولسه كمان يتبقى للفرس الأبيض عدد من المباريات المؤجلة طيب ماذا أصفرت عنه مواجهة الدور الأول ما بين الفريقين كان فوز كبير نادي الزمالك بل هو الأكبر للزمالك محلين هذا الموسم بنتيجة 5-1 وده أكيد يخلي دوافع كبيرة للفريق السكندري لرد الاعتبار من هذه الهزيمة اللي حصلت في الدور الأول النهاردة الصراع الأول من خارج الخطوط فنيا ما بين أحمد سامي المدير الفني لسموحة وجوزي جوميز المدير الفني الجديد لند الزمالك وأن كان ليس بالجديد لأنه بقى له فترة لكن حتى الآن لم يواجه السموحة ما كانش هو اللي موجود في مباراة الدور الأول كل طرف بالتأكيد عايز يقود فريقه للانتصار وحصد نقاط المباراة الثلاثة إذن مواجهة قوية مواجهة خارج التوقعات ما بين الفريقين